ازاي تعمل منتاج فيديو احترافي في دقايق من غير ما تدفع جنيه ومن غير كراكات ولا سريالات صانع محتوى بتدوع على احسب برنامج منتاج للكمبيوتر يجمع بين السهولة والقوة ويخليك تنتب محتوى ينافس القنوات الكبيرة البرنامج ده مش مجرد برنامج منتاج مجاني برنامج كاف قط تقدر تعدل به فيديوهاتك باحترافية ومن غير تعقيد وكمان تقدر تستغل ادوات الزكاة الاصطناعي لتوليد النصوص وازارة الخلفيات واضافة المؤسرات تابع معي الفيديو للنهاية لشان تعرف الطريقة ازاي اهم حاجة ما تنساش تقول لي رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو مع اصحابك علشان الكل يستفيد في البداية هتنزل احدث اصدار من برنامج كاب قط من الموقع الرسمي للبرنامج هتيجي على بحث جوجل وتكتب كاب قط وتدوس انتر وتختار تواني نتيجة الموقع الرسمي للبرنامج استنى ثواني بعد كده اضغط على كلمة التنزيل استنى ثواني لحد ما يبدأ التنزيل بعد ما يكتمل تحميل البرنامج هيزهر ملف تثبيت التحميلات نضغط على علامة الفلدر اللي جنبه بعد كده نروح نضغط على ملف التثبيت ونبدأ في تثبيت البرنامج نضغط على يس بعد كده نستنى لحد ما يكتمل في تنزيل البرنامج وتثبيته بعد ما ثبتنا احدث نسخة من البرنامج هنفتح البرنامج واستنوا ثواني جيب على حسب صورة جهازك هتظهر لك الشاشة دي اضغط على كلمة confirm واستنوا ثواني برضو عايزك تركز معي كويس في الخطوة دي واكمل فيديو الآخر علشان تفهم الطريقة وتشوف النتيجة اضغط على علامة الضبط بعد كده اضغط على setting save to من قائمة draft اضغط على علامة الفولدر اللي قصاد save to بالزبط اضغط عليها كده تعالي على الشريط اللي فوق ده واضغط click main بعد كده اضغط على copy address اضغط على علامة الاغلاق بعد كده cancel بعد كده نزل cup cut تعالي على desktop واضغط click main بعد كده new text document بعد كده افتح text document لحط المسار اللي انت نسخته بده نسخنا مسار draft كله هنحتاجه في اخر الفيديو نمنا الاغلاق بعد كده save علشان يفضل محفوز في ملف التكست علشان هنحتاجه في نهاية الفيديو مهم جدا بعد كده هنرجع لبرنامي cup cut تاني علشان ننشئ مشروع جديد فهنروح على create project نضغط عليها وبعد كده نستنى ثواني هنفتح معنا الوجهة ديت هنروح على علامة ديت علشان نعمل import استيراد الملفات اللي عايزين لمنتج عليها نضغط عليها كده ونختار الملفات اللي هنمنتج عليها دراتين لو زهرت لك رسالة زي كده فانت لازم تلغي دي الاول وتلوح على رسالة دي تلغيها هنرجع تلوح على import ونحدد الملفين وبعد كده نضغط على open وبعد كده ناخد الملفين ونسحبهم على time line هنبدأ مع بعض المنتج على المقطعين اللي احنا هتناهم على time line هنبدأ المنتج على المقطع ونضيف بعض الميزان المدفوعة ونروح على text مثلا وتكست template ونضطر ميزة مدفوعة عليها علامة الماسة زي دي مثلا نضفها على المقطع بعد كده هنعمل auto caption للمقطع هنروح على auto caption وهنا نختار اللغة العربية وهنا نضغط ونستنى لحد ما ينتهي بعد كده هنقف على اول مقطع بعد كده بقى بقى فعل كل مقطع نصي من دول على كل قطع نصية بقى اشوف الكروف الموجودة والكلمات الموجودة هل فيه مشاكل فيه الكلمات ولا لا بغضبها تمام ولا لا تمام ولو فيه مثلا كلمة مش كاملة وعادة تنزل للسطر جديد فبنزلها زي كده تمام وباخد بقى بعدل على كل المصوص دي كل القطع النصية دي برجحها تمام اشوفها متوافقة مع الكلام اللي بتقال ولا لا تمام بعد كده بقى بعد كده هنا بختار نص المتوافق مع النص المكتوب اه طبعا انا محتاج نص يكون عربي تمام اه مثلا اسكدرية العربية السودان دي كلها نصوص عربية وبختار واحد منهم فانا بخترت مثلا السودان بعد كده هنا بحدد الخط انا هنا بشوف الخط ده هل هو مناسب ولا محتاجين ان احنا نكبره شوية بقى كده بانزل شوية وهدد بقى هل انا محتاجه الخط ده بولد ولون النص لون النص لون الخطوط استهلات من دول ممكن اختارها ثم حاجة الفونت يتحدده للغة العربية وهنا الكلام يكون مزبوط وهنا الفونت اللي هو حجم الخط يكون مناسب بالحجم اللي انت عايزه بعد كده بتروح بقى طبعا على التيمبلت اللي هو اهم تيمبلت يكون عليه علامة الماسة يكون تيمبلت ومدفوع فانا مثلا انا عجبني اللي هو اللي هو ده لو ظهر الصغير زي ما شارفين كده في الشاشة فانا برجع تاني تمام وارجع هنا طبعا اختار الخرط زي ما احنا قلنا تاني للعربية دي كده برجع للفونت سايز وخلي هنا آآ التين وعشرين وهتنبسط لها هنا يعني الوجهة تاني دي اتنين وعشرين كل القطعة الماسية اتغيرت تمام ده التيمبلت اللي احنا اخترنا لو احنا اخترنا تيمبلت تاني طبعا بيتغير هنا فاحنا بحتاجين احنا نرجع للبيزيك ونعدل على حبل الخط ونوع آآ الخط وازا ما نشاهفين كده ان احنا اخترنا في التيمبلت اخترنا آآ خاصية عليها علامة الماسة وفي الاوتوكابشن اخترنا برضو خاصية عليها علامة الماسة هنيجي برضو في الاستيكر ونقطار خاصية عليها علامة الماسة ولياكم مثلا زي كده تصدر بنتائج البحث ن NIH جاتهيات على الفيديو زي ما شايفين ندفها على الفيديو زي ما شايفين هو الضفط على الفيديو نقدر نعدل طبعا المص hope زي ما احنا عارفين عليها طبعا نقدر نعدل زي ما احنا عايزين وهنجي على 74 برضو نقطовых خاصية عليها علامة المسة ونجي لترانزيشن ونقطر خاصي عليها علامة المسة لاحز كده ان احنا كل اللي اختراطنا كانت لما زي عليها علامة المسة يهما زيجها المدفوعة تمام؟ تعالوا مع بعض نشوف الفيديو قبل ما نعمل تصدير له في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي منتج فيديو احترافي باستخدام برنامج كابكت باستخدام كل المزاعة الاحترافية الموجودة فيه الفيديو ده مهم جدا لأي سانة محتوى فيديو للسوشال ميديا وعايز ينتج ومنتج فيديو ويصنع فيديو احترافي جدا يتصدر بنتائج البحث اما حاجة ما تنساش تقول لرأيك في التعليقات وتشارك الفيديو ده مع اصحابك علشان كل يستفيد ببقى احنا عايزين نعمل تصدير الفيديو علشان نشاركه على السوشال ميديا هنيجي نعمل نضغط على مش هنقدر نصدر الفيديو ولا هنقدر نحدد كاميران الجودة طيب الحل ايه دلوقتي هنشوفه مع بعض قبل ما نعرف الطريقة هقول لك على ميزة موجودة برضو ان انت تقدر تحدد المقاطع بتاعت مقاطع الفيديو اللي انت هرفعها على الطايم لاين وتروح على ضغط على ايديو وتنزل تضغط على اه او تعلم على اللي هي الزالف الدوضاء تمام اللي هي برضو عليها علامة المسة تعلم عليها كده بالطريقة دي انت كده عملت يعني الزالف الدوضاء على المقاطع الحاصة بيك طبعا احنا هنستفيد بكل المزايا اللي احنا هطانوها دقيقة بطريقة مجانية تماما نقف في الطايم لاين تمام ونضغط كنترول ايه ونضغط كنترول ايه الكوبورد كده حددنا كل المشروع كل المشروع بكل التأثيرات بكل التعدلات اللي احنا عملناها او ان احنا نسحب بالماوس كده نسحب بالماوس كده كل المشروع ونحدد كده او كده في طرقتين صح لا اما كنترول اي في الكوبورد لا اما نسحب بالماوس ونحدد كل المشروع وانا بفضل كنترول اي اسهل واسرع تمام بعد ما حددنا المشروع كله تمام هنضغط كريك يمين على المشروع وبعد كده نطلع نختار create compound clip create compound clip او نضغط على alt g alt alt وحرف g مع بعض في الكوبورد كده او كده او نضغط تمام هتلاقي ان اصبح المشروع بالكامل اصبح اه اتراك واحد المشروع بالتعديلات اصبح اتراك واحد الخطوة التانية بقى هنقف على اتراك وبعد كده نضغط click يمين بعد كده نختار create process compound clip هيبقى فيه هنا عداد التصعودي اهو بري بروسس سبعة سنة بسنة لحد ما يبقى مية في المية اول ما يبقى مية في المية بقى كده اصبح الفيديو جاهز بعد ما انتهي العداد التصعودي الخاص بي بيجريه بروسس اللي كان شغال هنا تمام هنروح بقى على اه ملف اللي احنا حافظناه على على المسار اللي موجود في ملف التكست على تمام ونفتح اه ملف التكست وناخد المسار كده بالكامل تمام وبعد كده بنروح على تمام ونحدد بقى اللي هيزيد ونزيلها بقى كده نضغط click يمين ونضغط باست اه المسار ده تمام اللي احنا كنا حافظينه في ملف التكست هندوس انتر تمام هنوصل كده هنا كده وصلنا ل اه الدرافت للمشروع بتاعنا اه طبعا نزيل السبعة واحد تسعة ده ده المشروع هنفتحه تمام بعد كده هننزل لحد كلمة ونفتح الفلدر الخاص به بعد ما نفتح الفلدر الخاص به هنضغط هنفتح الفلدر ده اللي هو اه هنفتحه تمام هنلاقي ان الفيديو اه ده الفيديو اه اللي احنا عايزين ده الفيديو بالتعديلات بكل حاجة تمام الجودة بتاعتكون اقل ما احنا عايزين لان ما صدرناش ولا حددنا الجودة ولكن بقى الموضوع ده سهل ان انت هتاخد الفيديو ده تاني كده اه مثلا تمام وتروح بقى على اه وتحطه كده تمام بعد كده بتروح تقفل اه خالص كده تمام وتضغط على بعد كده تضغط على كاريت ايه بتنشئ مشروع جديد وبقى كده بتيجي هنا في وتضغط آآ عليه بعد كده بتروح على وتختار وتختار المشروع بتاعك وتضغط بعد كده بتنزلوا في تصدروا تاني الجودة اللي انت عايزها تمام احنا بقى نعمضوا في تصديق بتختاروا بقى زي ما انت عايز الف ترامانين دو كي ايه فورك زي ما انت عايز تمام وهنا دي بس بقى زي ما هي تمام وهنا ايش مكتوني وارباس فتاق من السبع زي ما هي والفورماز بس بقى زي ما هي والفورماز بس بقى زي ما هو تمام وهنا بقى بقولك لو انت عايز تصدر الاوديو بقى هنقول لي احنا مش عايزين نصدر الاوديو احنا عايزين اه صوت بس عايزين اه الفيديو بس بعد كده نضغط على سبقى نستمى سواء الحد لي انهم تصدير الفيديو بالجودة اللي احنا عارزنا بعد ما برنامج كبكات ينتهي من عمل للفيديو ويبقى جاهز نروح نضغط على كلمة عشان نوصل للفيديو اللي اه تمه عشان انو نوصل للفيديو اللي تم التعديل على زي هم شايفين ادي الفيديو بعد كل التعديلات تمام بنفتعه بعض زي هم شايفين كده اه الفيديو كده كامل بالتعديلات اللي احنا كمان عايزين. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي ننتج فيديو احترافي باستخدام برنامج زي من شايف في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي ننتج فيديو احترافي باستخدام برنامج ده وده واداء وكل حال ننسوش لايك واشتراك علشان وصلكم كل جديد وحسرا